موسيقى نظام الاسد وروسيا يخصفان مدنا وبلدات مشمولة باتفاق خفض التصعيد موسيقى الجيش العراقي يتقدمه ويحرر منطقة مشرفة بالكامل في الجانب الايمن للموصل موسيقى بين ماكرون ولوبان الفرنسيون يختارون اليوم الرئيس الثامن للبلاد موسيقى السلام عليكم واهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم شنت قوات الاسد وروسيا غارات على مدن وبلدات سورية بالرغم من دخول اتفاق تخفيف التصعيد حيز التنفيذ اذ شنت قوات الاسد هجوما براجمات الصواريخ على بلدة الغارية الغربية في ريف درعا الشرقي كما وثق مركز حماء الاعلامي عشرين خرقا لقوات الاسد وروسيا في ريف حماء الشمالي ووثق المركز ثلاثة عمليات قصف مدفعي تم من خلالها قصف ستين قذيفة مدفعية وصاروخية على مدينة اللطامنة في ريف حماء الشمالي كذلك وثق المركز اربع غارات جوية روسية بالقنابل العنقودية والفراغية على المدينة وما حولها بعد ساعات قليلة من دخول هدنة مناطق تخفيف التصعيد حيز التنفيذ في سوريا استهدفت قوات الاسد المناطق الامنة بقصفها قرية تيرم على في ريف حمص الشمالي بصاروخ أرض أرض كما تم استهدف بلدة تيلدو بالرشاشات الثقيلة من حاجز مؤسسة المياه على أطراف البلدة وتمركز أفراد النظام في حاجز ملوك شمالي حمص مستهدفين مدينة تلبيسة بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون أما في ريف حماه فقد القطيران المنوحي برابل متفجر على مدينة اللطامنة وبلدات أخرى وقع فيها قتلى وجرحى في المقابل ذكرت مجالس محلية عدة في مناطق مشمولة باتفاق تخفيف التصعيد أنها لم تتلقى بعد اختارا أو وعودا من أي جهة بفك الحصار أو بوصول مساعدة لها في الأيام المقبلة فيما قال رئيس المجلس المحلية الموحد لمنطقة الحولة في حمص إنهم تلقوا وعودا من منظمة الهلال الأحمر بإدخال مساعدات لافتا إلى أنها تدخل للمدينة مرة واحدة سنويا تحسين الوضع الإنساني يشمل أيضا اللاجئين وعوداتهم فوفق ما سرح به المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في لبنان فإن إنشاء مناطق منا في سوريا قد لا يكون كافيا لإقناع اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم المسؤول الأممي طالب المجتمع الدولي باتباع نهج الاقتصاد الكلي عند تعامل مع قضية لاجئين لافتا إلى أن التركيز على احتياجاتهم أو المجتمعات المضيفة لم يعود يكفي بعد الآن سيما وأن نسبة 80 إلى 90% من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر انتقدت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية اتفاق أستانا القاضي بإنشاء مناطق لتخفيف التصعيد في سوريا ووصفت الهيئة في بيان الاتفاق بأنه غامض وغير مشروع محذرة من تقسيم البلاد كما جددت الهيئة رفضها لدور إيران كضامن للاتفاق كثف الطائرات التحالف الدولي غاراتها على أحياء مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي التي يحتلها تنظيم داعش بالتزامن مع معارك عنيفة وقصف مدفعي من قوات سوريا الديمقراطية وقال قائد عسكري من قوات سوريا الديمقراطية إن القوات تخوض أعنف المعارك مع مسلحي داعش في الحي الأول والثالث في منطقة الطبقة الجديدة وأن أكثر من أحد عشر فردا من تنظيم داعش قتلوا في الحي الأول الذي يشهد أعنف المعارك وسط إسناد جوي من طائرات التحالف كما أصيب عدد من أفراد قوات سوريا الديمقراطية انتخب رياض سيف رئيسا جديدا للإتلاف الوطني السوري المعارض وذلك خلال اجتماع عقد في مدينة إسطنبولة التركية السبت كما انتخبت الهيئة العامة للإتلاف في الاجتماع نفسه سلوى كتاو وعبد الرحمن مصطفى نائبين للرئيس ونظير الحكيم أمينا عاما عندما يقتل مسلح داعش يعمد التنظيم إلى جلب أطفالهم وزجهم في معسكرات تدريبية تسمى معسكرات الأشبال وذلك وفقا لخالد الحلبي أحد أمراء داعش المنشقين عنه وقال الحلبي الذي كان مسؤولا عن إمداد جبهات التنظيم ومعسكراته بالمحروقات إن داعش يهدف إلى إنشاء جيش جديد له قوامه الأطفال التفاصيل في الجزء الثاني من لقاء مرسلنا عبد الحيل أحمد بخالد الحلبي القيادية المنشقة عن داعش جيش محمد هو عبارة عن أشبال اللي يسمون هناك أبناء الشهداء اللي يكون عيقاتل مع التنظيم وعنده أولاد صغار فهن يغضون يحتضنون ولكن يغيبون عن الدنيا يعني هذا الطفل اللي نوضع بالصحراء فكر إسلامي اللي هن يعتادوا عليه لمسح العقول عرفت عليه شلون هذا المخ مثل زاكرت الهاتف واحد يمتلكه بأي لحظة بشي للي بده إياه بحزف اللي بده إياه بيضع اللي بده إياه فهذا الطفل البريء بيكون عندهم على هالأساس بعد ما يجيشوا بالعقل اللي يحطوا دوله المسارات اللي هن يبدو إياها وفكر الجهادي وهلا اللي يعتاد عليه التنظيم الخدع والخزعبلات كذا بعدين بيجي عليه تجهيز تكتيكات عسكرية عنده هذا رح الأطفال هدول تكتيكات عسكرية صعبة صعبة شاقة لدرجة يعني أنا مرة شفت الأم العين يعني كان عندهم مسير هنيك عندهم يعودون على المسير لأنه التنظيم يعتاد على الاقتحامات على الأقدام عن طريق صغرات في أي منطقة ما هم انتبه له مثلا إن كان جيش الحر أو أي شيء فيستغل هذه الصغرات والله هذا جيش يهيئ فكريا وقتاليا على أعلى مستوى عرفت على إيش لون؟ هذا على أعلى مستوى يعني يطلع منه إرهابي ما المسهول لأجهزة؟ الفرقة خالد هنني اللي مولين هذا معسكر هنني مولوه بمواد غزائية وأجهزة وتكييف وسلاح وإيتاد وإلى آخره هذا اللي إش اسمه حتى نحن كنا نمدهم بالمحروقات لإش اسمه هذا معسكر الأشبال تخضع النساء الأرامل في مناطق داعش لأحكام قاسية فيرغمنا على الإقامة الجبرية في بيوت تسمى المضافات ويحرمنا من الخروج إلا برقابة ومن دون اصحاب أطفالهن حتى يقررنا الزواج مرة ثانية وثالثة من مقاتلي داعش وهو ما حصل مع الفتاة المغربية إسلام الميطاط التي تزوجت أميرا بريطانيا من أصول أفغانية وبعد أن قتل في إحدى معارك التنظيم تزوجت مرتين بحثا عن سبل للهرب من الرقا نتابع القصة أنا كنت بالعدة أول شي لولت ابني بعدين تزوجت بعد تسع شهر يلي تزوجتي مقاتل من داعش كمان كان أفغاني ولكن من ألمانيا كان صديق لأبوه لابني كان مقاتل ولكن أنا كنت تزوجته علشان أطلع من المضافة هاي كان التفكيري أنا أطلع من المضافة ولكن لما تزوجته كان عملته خليني بس بالبيت كنت ممنوع أطلع أنا كان بدي أتعرف على مدنيين علشان أطلع ولكن كان مانعني أني أطلع لهيك طلب طلاق تقريباً ضليت معا واني أقل من شهر ضليت معا بعد شهر طلب الطلاق رحت عشت مع سيفتي مرة ثانية كان هي زوجها أخو زوجي الأولاني كان قتل بعد شهرين من موت زوجي قتل وكننا أنا وياها بالمضافة ولكن هي تزوجت مرة ثانية عشت معا وذلك الفترة وهني كان هلب هالفترة منتشر كتير الطلاق يعني بيتزوجوا بيطلقوا بيتزوجوا بيطلقوا في كتير يعني قال لك في منهم بيدربوهم يعني بعزبوهم مضافة لازم تضل بالمضافة إذا كنت أرمنا لحالي لازم أضل بالمضافة يعني الطريق الواحد أني أطلع هو أني أتزوج هذا هو كان حل واحد ما تزوجتي؟ تزوجت مرة ثالثة من مين؟ من كان هندي هو كمان كان مقاتل ولكن هذا الفترة اللي تزوجته كان جريح كان جريح ما كان بيشرق بالعمليات لأن شفتي المضافة في توقيت محدد يعني مثلا العشرة الصبح لتنتين المساء تطلع والولاد ما يطلعوا معك يعني هيك هاي توقيتهم يعني ويضل مراقب يعني مو مثل أنك تكون متزوج إذا تزوجتي تكون حر يعني الوقت اللي بدك تدخل فيه يعني ما حدا بيرائبك ولكن بالمضافات يعني كل أسمائك بأوراقهم وهيك بيضلوا يرائبوك يعني لأن كتير هني كانوا يحاولوا يهربوا ولكن تمسكوا وأخذوا منه مولادهم ومحطوهم بالسجن هيك ما كان بدي يصر نفس شيك فاصل قصير ونواصل أهلا بكم من جديد في العراق ذكرت خلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة أن العمليات العسكرية لتحرير مدينة الموصل تسير وفق الخطة المرسومة من قبل القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة إذ سيطرت قوات الجيش العراقي على أحياء جديدة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل وأوضح بيان لخلية الإعلام الحربية العراقية بأن قطاعات تابعة للفرقة المدرعة التاسعة حررت حياء مشيرفة الثانية والثالثة ومنطقة الكنيسة ودير مخايل وفرضت سيطرتها على مشروع تصفية مياه مشيرفة وأعلنت قيادة عمليات قادمونة يا نينوى في بيان لها عن إكمال تحرير المنطقة المشيرفة بالكامل في الجانب الأيمن من الموصل وأوضح بيانها أن قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت مشيرفة الأولى ليتم بذلك تحرير منطقة مشيرفة بالكامل وتكبيد داعش خسائر في الأرواح والمعدات كشف الباحث المتخصص في شؤون الموصل غانم العابد أن نهاية داعش في الموصل وكحرير المدينة بالكامل لن تتجاوز خمسة وعشرين يوما مستندا في ذلك على تصريحات القيادات العسكرية العراقية وأشار الباحث المتخصص في شؤون الموصل أن داعش يحتجز أكثر من عشرين ألف مواطن في منطقة الموصل القديمة فقط فيما يخص مدينة الموصل اليوم القيادات العسكرية أعلنت أنها خلال خمسة وعشرين يوم لن يبقى هناك أي تواجد لداعش والسيطين بتحرير كامل الجانب الأيمن حقيقة الداعش سيبقى يقاتل في مناطق الموصل القديمة داعش نعم هناك ستة أو سبع مناطق لا زال يسيطر عليه داعش لكن منطقة الموصل القديمة لوحدها يوجد فيها أربعة آلاف عائلة لو ضربنا أن كل عائلة في خمسة أشخاص يعني أن داعش يحتجز أكثر من عشرين ألفين ألف مواطن فقط في منطقة الموصل القديمة على عكس الجيش العراقي اليوم الجيش العراقي تحديدا في منطقة الهرمات والتي هي لا زالت منطقة ختال لحد الآن أول ما سارع بعملها الجيش العراقي قيامه بإخلاء كل المدنيين والعوائل في منظر كان يمتزج فيه الفرح والحزن أهالي الموصل قاموا بتقبيل الجيش العراقي وتقبيل العلم العراقي كما أفاد مراسل أخبار الآن وسام يوسف إلى أن أعداد مقاتلي داعش في تناقص مستمر مبينا أن عددهم كان قبل العملية العسكرية لقوات العراقية يتجاوز خمسة آلاف مقاتل لكن عددهم اليوم لا يكاد يتجاوز الألف ما زالوا متحصنين في ستة أحياء في غربيا الموصل وأكد مراسل أخبار الآن أن العديد من المقاتلين في صفوف داعش تمكنوا من الفرار خاصة العراقيين منهم الذين اندسوا مع النازحين أعداد المقاتلي داعش هي في تناقص مستمر قبل بداية عمليات الموصل كنا نتحدث عن خمسة آلاف مقاتل موجود داخل مدينة الموصل بضفتها الشرقية والغربية ومع استمرار العمليات نحن نتحدث الآن ما لا يزيد عن ألف مقاتل لداعش لا زالوا متحصنين داخل الأحياء المتباقية حقيقة هي ست أحياء تبقت من غرب الموصل لا زالوا متحصنين فيها أقل من ألف مقاتل الكثير من مقاتلي داعش لقوا مسرعهم خلال المعارك خلال الأشهر الماضية العديد منهم والكثير منهم أيضا تمكنوا من الفرار رغم أن الجيش العراقي القوات العراقية حققت طوقا كاملا على الجزء الغربي خاصة من مدينة الموصل ولكن عناصر داعش تمكنوا بطريقة أو بأخرى من الإفلات من هذا الحصار والخروج من مدينة الموصل خاصة العراقيون منهم عناصر داعش ومقاتلي داعش العراقيين تمكنوا الكثير منهم من الفرار مع النازحين ربما العديد منهم ألقي القبض عليهم والقسم الآخر نجح في الفرار من مدينة الموصل جل ما يهتم به حاليا مقاتلي داعش هو كيفية تخليص أنفسهم من المأزق الذي وقعوا فيه هم يفكرون بعوائلهم كيف يخلصون عوائلهم من هذا الحصار الذي وقع فيه ومن هذه الأزمة وكيف سيخلصون أنفسهم هذا ما يفكر فيه مقاتلي داعش في هذه الفترة صراحة ليس هناك قتال جدي من عناصر داعش بمعنى القتال كما كان في بداية العمليات عناصر داعش أصبحوا متيقنين من قرب نهايتهم والمسألة هي مسألة وقت قالت الرئاسة النيجيرية أن جماعة بوكو حرام أطلقت صراحة 82 فتاة اختطفت هنا في 2014 في بلدة تشيبوك الشمال البلاد مقابل تسليم أعضاء من الجماعة المتشددة كانت تحتجزهم السلطات وقالت مصادر أمنية أن المفرج عنهن سيغادرن على متن طائرة إلى مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو الأحد ينتظر الرئيس الحالي حسن روحاني الإيراني موعد الانتخابات بفارغ الصبر ممنيا نفسه بأن تترجم توقعات الإصلاحيين على أرض الواقع فتمتد فترة بقائه لأكثر من الشهر المتبقي من فترة رئاسته الأولى وتحظى برامج روحاني بتأييد تحالف المصالح المشتركة بين المعتدلين والإصلاحيين وينتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني تدخل الحرس الثوري في الأمور المتعلقة باقتصاد البلاد ورفضه للاتفاق النووي الإيراني المزيد في التقرير التالي في موقف نادر وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني المرشح لولاية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في التاسع عشر من ما يجاري انتقادات للحرس الثوري الإيراني واتهمه بمحاولة تخريب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى وقال روحاني خلال مناظرة تلفزيونية جمعت المرشحين الستة لرئاسة إن الحرس الثوري يقوم بكتابة شعارات معادية على الصواريخ لعرقلة الاتفاق النووي وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني بشدة منافسه الرئاسيين المحافظين الذين صبوا غضبهم على الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم مع الغرب واتهم الحرس الثوري بالعمل على نسف هذا الاتفاق عبر برنامجه للصواريخ الباليستية مضيفا أنه في الوقت الذي كان يتفاوض فيه الدبلوماسيون الإيرانيون مع مجموعة دول خمس زائد واحد كان المحافظون يتصرفون كأعداء للشعب الإيراني كما اتهم المرشح المحافظ محمد باقر قالباف باطلاق حملات دعائية تسيء للفريق المفاوض النووي عبر نشر لوحات دعائية في العاصمة طهران وقال الرئيس روحاني أن الاتفاق ساعد على زيادة مبيعات النفط كما قال إن العديد من الإنجازات تمت في قطاع النفط والعقوبات وأشار إلى أنه من المهم أن يعرف الشعب ماذا سيفعل المرشحون للرئاسة في الاتفاق النووي وكيف سيتعاملون مع العالم بخصوص الاتفاق وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف قد قال في وقت سابق الأربعاء أمام حشد من المعلمين في العاصمة الإيرانية طهران إن الهجوم على السفارة السعودية بطهران مطلع العام الماضي كان حماقة تاريخية وخيانة من جانب المهاجمين وأضاف ضريف أن إيران كانت في ذلك الوقت على وشك الاتفاق النووي مع مجموعة خمسة زايد واحد حيث حدث أمران مهمان الأول الهجوم على السفارة السعودية والثاني أسر عشرة جنود أمريكيين في الخليج موجها أصابع الاتهام إلى المحافظين والحرس الثوري الإيراني الرافضين لهذا الاتفاق بدأ الفرنسيون لإدلاء بأصواتهم الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح الوسطي مانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وتصدر ماكرون السباق في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت في الثالث والعشرين من أبريل نيسين الماضي بحصوله على نحو 24% تليه لوبان بـ 21% من أصوات الناخبين وتعهدت وزارة الداخلية الفرنسية بأن تجري هذه الانتخابات وسط إجراءات أمن على أعلى درجة بينما حذرت نقابة رجال الشرطة في فرنسا في بيان من خطر وقوع عنف في يوم الانتخابات من جالب نشطاء أقصى اليمين أو أقصى اليسار بدأت اليابان والصين أول حوار مالي ثنائي منذ سنتين لمناقشة المخاطر التي تهدد اقتصاد آسيا مثل الخطر الكوري الشمالي وآثار الدعوات إلى إلغاء التجارة الحرة وسيناقش وزير المالية الياباني تارو آسو مع نظيره الصيني إنعكاسات الخطر الكوري الشمالي النووي والصاروخي على اقتصاد البلدين ومن المتوقع أن تصدر عنهما دعوة إلى احترام مبدأ تجارة الحرة وأقر الجانبان بضرورة تعزيز إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال تعزيز التواصل بشأن سياسات الاقتصاد الكلي فقراتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل معرض منتجات يدوية لنساء لاجئات سوريات في برلين أهلا بكم من جديد نتوقف مع جولة الصحافة نبدأ من صحيفة الغدى الأردنية التي عنونت الصين تنشر مخطوطة قديمة للقرآن الكريم كتبت في القرن الحادي عشر فقد قامت دار للنشر في إقليم شيونهوا التابع لمقاطعة تشينهاي الصينية بنشر طبعة مستنسخة من مخطوطة للقرآن الكريم تعود لمئات السنين وتحفظ النسخة الأصلية للمخطوطة المؤلفة من ثمانئة وسبعين صفحة والبارغ وزنها نحو إثنى عشر كيلو جرام في متحف بالإقليم المذكور وتشير مصادر تاريخية إلى أن المباشرة في كتابة المخطوطة بدأت في القرن الحادي عشر القدس العربي كتبت ميشيل أوباما ترسل رقم هاتف في تغريدة عن طريق الخطأ فقد ارتكبت السيدة الأمريكية الأولى سابقا ميشيل أوباما خطأا في تغريدة لها على تويتر إذ قامت بكتابة رقم هاتف أحد موظفي البيت الأبيض السابقين ورقم الهاتف الوارد في التغريدة عائد لدانكن وولف وهو مصور فيديو وثق سنوات عائلة أوباما الأخيرة في البيت الأبيض وقد احتوت التغريدة على رقم الهاتف فقط وهي حذفت سريعا إلا أن الأمر لم يفوت بعض المتابعين لميشيل أوباما البالغ عددهم ثمانية ملايين متابع عبر تويتر صحيفة الخليج وغدروف هلالي صناعي للركبة فقد صنع باحثون من جامعة ديوك مادة مشابهة للمادة الغدروفية التي تعرف بالغدروف الهلالي يمكن من خلالها استبدال مفصل الركبة التالف للمرضى وأوضح الباحثون أن الغدروف الصناعي هو أول غدروف مطابق للغدروف الطبيعي ويمكن زراعته داخل المفصل بعد طباعته باستقدام التقنية ثلاثية الأبعاد صحيفة اليوم السابع المصرية عنوان الطائرة شمسية سويسرية تنجح في إكمال رحلتها الأولى فقد نجح مجموعة من المغامرين السويسريين في إكمال أول رحلة اختبارية لطائرة جديدة تعمل بالطاقة الشمسية فيما تأمل المجموعة أن تصل هذه الطائرة إلى نهاية المطاف أو في نهاية المطاف إلى حافة الفضاء أو طبقة أستراتوسفير والإمارات اليوم روسيا تحجب تطبيق ويتشات فقد حجبت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات تطبيق ويتشات الصيني للتواصل الاجتماعي والذي طورته شركة تونسنت هولدينغز بسبب عدم تقديمه بيانات الاتصال الخاصة به للهيئة الروسية وفي العام الماضي حجبت روسيا شبكة لينكتين الأمريكية للتواصل الاجتماعي والمملكة لشركة مايكروسوفت بسبب انتهاك قانون يتطلب تخزين بيانات الروس على خوادم روسية نكبر معا عنوان جمعية لنساء سوريات لاجئات في برلين حيث تقوم الجمعية بتقديم ورشات عمل للنساء اللاجئات وتقديم منتجات يدوية ففي أكاديمية اللاجئين في برلين أقامت مجموعة من النساء السوريات معرضا للمشغولات اليدوية الجلدية لاقت إقبالا كبيرا من قبل الألمان يمان شواف والتفاصيل نساء لاجئات يصنع نلفا عنوان معرض للمشغولات اليدوية الجلدية في برلين حيث نجحت مجموعة من النساء اللاجئات من سوريا نجحنا في تقديم منتجات يدوية رائعة لقت إقبالا كبيرا من الألمان هذه المنتجات التي تنوعت بين حقائب نسائية وصغيرة تم صنعها من الجلد المستعمل وإعادة إنتاجها لتصبح تحفة فنية رائعة فكرة ركزنا على أننا كنا نشتري الأغراض من الفلو ماركت يعني البالي البالي ونحولها لشي مفيد أو شي نرجع إعادة تجديده ونرجع نستخدمه وهذه الفكرة انعكست علينا نحن لأنه فعلا جينا من سوريا جينا مرهقين ومتعبين للنهاية فهذا الشي يعني انعكس علينا حتى نحن روحنا تجددت حتى الأمل عننا تجدد نحن منأكد على أنه نحن جايين من سوريا بس نحن جايين فعلا نقدم شي حلو جايين نشتغل نحن مالنا جايين نعيش عالي نحن بيطلع معنا كتير شغل حلو وخاصة النساء ليست مجرد ورشة للمشغولات اليدوية بل كانت فرصة للنساء اللاجئات لتضامن معهم وإعطائهن مساحة في اكتشاف قدراتهن وإبداعهن ميادة مسعود إحدى النساء المشاركات في العمل تقول لأخبار الآن إن المعرضة فرصة رائعة للنساء اللاجئات للتعبير عن أنفسهن بطريقة فنية وقالت إن كل قطعة كانت تروي حكاية وقصة يعني حتى الشناتي نفسهم بيذكرونها بمواقع كتير صارت يعني أحيانا كنا بنشوف بدون سبب كانت امرأة تهجر بالبكي مثلا فكنا نكون نحن جنب بعض نحكي مع بعض نفرح مع بعض نسعى من بعض بس يعني نحن عالي يعني حقيقة بالله حتى الشناتي نفسهم الجلد نفسه فيه له حكاية يعني من ست ألماني مثلا كبيرة بالعمر أو من رجل ألماني مثلا كنا عم من بازرة أسار مثلا كابن ونحن كانت ضعيفي ففعلا كلها شنطة الحكاية بالله لم تكن المنتجات اليدوية فقط ما قدمته النساء في المعرض بل قمنا بإعداد وجبات طعام تعرف الزوار الألمان بالمطبخ السوري اختتم المعرض بفرقة كرالة طربية حيث قدمت معزوفات شرقية اختتمتها بأغنية موطبخ الجلال والجمال والسناء والمهاء في رباء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في أواي أظهرت دراسة عالمية محايدة بأن مبيعات الأجهزة اللوحية في جميع أسواق الاتصالات حول العالم سجلت حوالي 36 مليون وحدة خلال فترة الربع الأول من العام الحالي وذكرت الدراسة بأن مبيعات الأجهزة اللوحية مع تسجيلها هذا المستوى من المبيعات تكون قد تراجعت بمقدار 8.5% بالمقارنة بمبيعاتها المسجلة في فترة الربع الأول من العام الماضي انتشرت في الآوينة الأخيرة في جميع أنحاء العالم لعبة فيجيت سبينرز وهي أداة تم تصميمها للتخلص من الإجهاد والتوتر إذ أصبحت تباع في الكثير من المحلات التجارية وبات يستخدمها الأطفال والكبار كوسيلة للتسلية والتخلص من الضغوط النفسية وصممت هذه اللعبة خصيصا للأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد وذلك للانخراط أكثر في المجتمع والابتعاد عن العزلة وتمكن عدد كبير من الأولاد الذين يعانون من التوحد من تخطي هذا المرض بسبب هذه اللعبة طبل الختام تذكير بأبرز العنوين النظام الأسد وروسيا يقصفان مدنا وبلدات مشمولة باتفاق خفض التسعيد الجيش العراقي يتقدم ويحرر منطقة مشيرفة بالكامل في الجانب الأيمن للموصل بين ماكرون ولوبان الفرنسيون يختارون اليوم الرئيس الثامن للبلاد وصلنا للختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته بعد قليل نلتقيكم في موجز لآخر وأهم الأنباء ابقوا معنا اشتركوا في القناة